موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أستاذ المشاهدون وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المنتدى الفقهي ملف جديد نقتحمه ملف تباينت فيه الأراء بين الشرع والقانون بين مجيز ومانع ومقيد لهما نقتحم اليوم ملف التأمين لنسأل ورضع مجموعة من الأسئلة تكون فاتحة لحلقات متتالية ابتداءً مع هذه النافذة التعريفية بموضوع الحلقة ومن تم نبدأ النقاش موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهمية الحديث عن عقد التأمين اليوم واسط هذه الظروف بسم الله الرحمن الرحيم ايتها الاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحية طيبة مباركة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قبل ان ابدأ بحديثي احسوا بسعادة مع اخي الحبيب فضيلة شيخ الدكتور محمود ومعكم في بحث هذه القضية المهمة هذه القضية وهي قضية التأمين حقيقة تحمل الكلمة اهميتها وهي يقصد بها تأمين المخاطر تأمين الخوف من المستقبل تأمين الاضرار تأمين في لحالات التعلم ولحالات الضعف وغير ذلك من هذه الحالات فبالتالي التأمين اليوم اصبح من ضروريات حياتنا العصرية حتى يعني ليس الآن لكن خاصة في عصرنا الحاضر اصبح التأمين ضرورة من ضروريات الحياة بسبب تقدم العلوم والتكنولوجيا وتقدم الصناعات ووسائل النقل وغير ذلك بما لها من مخاطر كبيرة جدا فلذلك وجد التأمين منذ القرن الثالث عشر الميلادي حينما احس البحارون بمخاطر البحر فكونوا لانفسهم تأمينا عاديا وهو ما يسمى بالتأمين الفئات فيما بين انفسهم اذا غرق شخص او اذا تلفت اموال الشخص فانهم كلهم يتعاونون وانا اعتقد قبل ذلك نحن في ديننا الاسلامي حينما اشار رسوله صلى الله عليه وسلم الى الاشعريين الذين اذا اصابتهم جايحة او مصيبة اجتمعوا وجمعوا جميع اموالهم ثم ما يسمى حسب العرف الحديث باعادة التوزيع فيما بينهم ورفع المخاطر فيما بينهم فقال الحبيب المصطفى هم مني ونحن منهم بالاضافة الى ام المبدأ التعاون وما اشبه ذلك فالتأمين باختصار شديد اصبح ضرورة من ضروريات الحياة ولكن بالتأكيد مثل ما تفضلتم في البداية ان لهذه الطريقة لطريق يعني تحقيق هذه الغاية وتحقيق هذا المقصد هناك طرق فعلينا ان نلتزم ان شاء الله بالطريقة الصحيحة التي باذن الله تعالى ستتضح من خلال هذه الحلقات الطيبة اذا التأمين ضرورة للأفراد في ممتلكاتهم ضرورة للشركات في ممتلكاتها ضرورة حتى للدولة في مؤسساتها وممتلكاتها فاصبحت ضرورة عامة او على اقل تقدير حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة نعم طيب انتقل لدكتور محمود سلامة يعني دكتور محمود سلامة من في نفس الاطار اطار الاهمية لكن اريد ان اعكس الموضوع في دول الثورات حقيقة اليوم يعني في طبيعة الحال ليبيا مصر تونس سوريا يعني هذه الدول اليوم فيها من المخاطر ما يجعل بعض يسأل عن اهمية التأمين في هذه الدول بالذات للمواطن المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على اشرق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد شكر لكم سيد مصطفى على هذه الاستضاق الكريمة والترحيب الحار بفضيلة اعلامة دكتور علي القرآ لحفظ الله والترحيب السيد المشاهدين لا شك ان لحفظ الله الرحمن الرحمن الرحيم كما انشارها فضيلا الشيخ من الموضعات ذات الأهمية والتأثير المباشر على حياة البشر والإسلام لكونه دينا يهتم بالمصالح العباد فالمصالح التي يكون بالإمكان أحصيل المكلفين عليها في زمن من الأزمان تكون للشريعة المبادرة في العمل على احيائها واستفادة منها طبعا بشروطها الشرعية وهذا هو محل الإشكال الذي ورد في مسألة التأمين وبالتالي فإن الحس العالمي عموما وصل إلى الأهمية أن يتم الحفاظ على مستوى معين من الحياة أو من المكاسب المادية أو من الحفاظ على الحياة المألوفة كلما أمكن ذلك فنشأ من ذلك عدة صيغ عبر التاريخ القديم ووصلت الفكر الأوروبي إلى بعض الصيغ المحددة ثم أرسلها إلى بلدائنا الإسلامية بأماطها الأوروبية كما هي وبالتالي صار السؤال حول الكيفية وليس حول الأصل ولذلك فإن أي أمين للمسلم يتوافق مع الشريعة تحس عليه الشريعة وتقف هيئات الشرعية عموما ودور الإفتاء والمجامع الفقهية أيدت ودفعت باتجاه إحداث التغييرات الفقهية الممكنة لمتناسبة مع طبيعة العصر شرط أن لا تؤدي إلى هذه المخالفات التي قد تقع فيها بعض أنواع التأمين المستوردة لذلك سواء كنا في أزمنة الثورة أو كنا في الأزمنة الاعتيادية فإن الأخطار تحوط بالإنسان طبيعة حياة الإنسان دائما معارضة للمخاطر طبعا تتضع للأسف منظومة التأمين يجب أن نعلم أن منظومة التأمين التقليدية وحتى الصيغة المعدلة على الطريقة التقليدية وهي التي تقدم تحت عنوان التأمين التكافل الإسلامي هي توافق بعض توافق شروط الشرعية لأداء الخدمة ولكنها أيضا تتحوط من الأخطار المفاجئة مثل أخطار الثورات والحروب والأشياء غير المتوقعة وبالتالي ربما استفادت البلدان الواقعة تحت الحروب من هذه الصيغة من التأمين ربما تكون قليلة ربما حروب التي عرضت لها الثورات والتي كانت تستهدف تحسين حالة المواطن يعني وجهت بتحديات وبرفض شديد من القوى القديمة القوى المتنفذة السابقة فأصبح بدل من العمل على تقديم أحسن الخدمات للمسلم وتجديد النظر إلى احتياجاته أصبح المسلم ربما فقد من أشياء كان يشعر بنفسه آمنا عليها في الحياة الماضية حتى يتم إشعاره بالندم على السعي للتغيير فأعتقد مشكلة الثورات مع علاقة مع التأمين ومع التطبيق الشريعي عموما هي مشكلة أساسية وفي ترابط أساسي نعم هدف كبير من الثورة المضادة هو لإرغام التطبيقات الشرعية على التأخر والعودة إلى التطبيقات الرئيس مالية الصرف طيب الآن سأبدأ بتوطيئة لهذا الموضوع حقيقة من باب تأصيل شرعي حفظكم الله تعالى دكتور علي يعني لو سألنا عن مناطات العقود أنواع العقود في الشريعة الإسلامية كيف هي والتأمين يعني من أي باب نستطيع أن نلجأ إليه من خلالها جميل جدا حقيقة بالنسبة للعقود في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية الأصرف في العقود وفي الشروط الإباحة إلا إذا دل دليل على حرمة ذلك العقد أو ذلك الشر وهذا ما عليه حقيقة المحققون من العلماء السابقين وهذا أنا ما أثبته رغم أن كثيرا من العلماء يقولون بأن الذي يقول بأن الأصرف العقود والشروط الإباحة يعني رأي في الداخل المالكية ورأي بسيط داخل الحناب لكن حينما أنا حققت في رسالة الدكتوراه وجدت أن المذاهب الأربعة أي الحنافية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون في نصوصهم بأن الأصرف العقود والشروط الإباحة والذي يقول غير ذلك هم الظاهرية هذا الأصل حقيقة يساعدنا كثيرا على تجاوز كثير من الأشياء ولكن هذا الأصل كما رأينا مقيد بأن لا يكون هناك مخالفا لنص شرعي أو مخالفا أساسيا للإجماع وما أشبه ذلك وبالتالي التأمين الحالي التأمين الحالي يعني الذي يصل كما قال الأخي دكتور محمود هو طبعا في منظومته التعاقدية أنا أود أن أبين أن أفصل وأن أميز بين أمرين أساسيين الأمر الأول النظام نظام التأمين فكرة التأمين والأمر الثاني عقد التأمين نظام التأمين كنظام وكفكرة وكمبدأ أمر مقبول شرعا بل مطلوب بل هو جزء أساسي من داخل منظومة الإسلام من حيث التكافل من حيث التضامن من حيث الجسد الواحد من حيث الأخوة ولذلك حتى القرآن الكريم لما تحدث عن الزكاة تحدث عن الأخوة فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالأخوة في الدين تتحقق بما يدفعه الإنسان ساء كان من خلال الزكاة أو من خلال النظام التكافلي الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله كثيرا إذن نظام التأمين هو نظام أساسي ولكن جاء الفكر اليهودي الأسمالي واستغل هذه الحاجة وهذا المبدأ الذي هو جزء من فطرة الإنسان التعاون وما أشبه ذلك فأدخل هذا النظام ضمن عقد معاوضة يباع ويشترى وهنا جاءت الإشكالية الكبرى فيحنا عندنا أنا هذه نظرية في فقه الميزان أن لكل مجموعة أو لكل مجموعة من العقود ميزانها الخاص إن صح التعبير لكل مجموعة زمر يعني زمرة المعاوضات لها ميزانها الخاص زمرة التبرعات لها ميزانها الخاص زمرة المشاركات لها ميزانها الخاص مثلا زمرة المعاوضات والتي الآن التأمين التجاري عليها صار بيع الشراء بين الطرفين لها خصوصية أنه لا يجوز فيها الغرر لا يجوز فيها كذا مجموعة من الشروط حوالي تقريبا عشرة مبادئ أساسية تتحكم في هذا الميزان أما ميزان التبرعات إذا كان قائم على التبرعات فله التوسع في هذه الدائرة ولذلك نحن شلنا التأمين التجاري من دائرة التأمين آسف من دائرة زمرة المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر إلى دائرة التعاون والتكافل من خلال عقد التبرع وليس تبرع عن محضن أنا سوف نتكلم فيه وإنما هو النظام التأمين هو النظام الآن نظام تشاركي قائم على التبرع فإذا قصد طبيعة عقد التأمين في التأمين التجاري هي معاوضة بيع وشراء إن صح التعبير لكن طبيعة العقد الذي يجاز وينسجم مع هذه العملية الفطرية التعاونية المطلوبة التبرعات طيب دكتور هنا مسألتان هنا مسألتان مسألة النظام ومسألة العقد ابتداء أنتم أصلتم لأن النظام الأصل فيه أن الإسلام أجازة بل هو من ضمن أساسية الإسلام مسألة العقد الآن السؤال دكتور العقد بحد ذاتي أنتم تتحدثون عن العقد من بعد تحسيناته الشرعية لكن أنا أسألكم عن العقد في أصله كيف جاءنا من الدول الأوروبية من خلال النظر الرئاسمالية هذا العقد بحد ذاته أين نضعه من ضمن العقود أو منظومة العقود في الإسلام جميل قبل ما أحسنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القانونيون يقولون أن عقد التامين هو ما يتواء هذا عقد رضائي عقد معاوضة عقد ملزم عقد قائم على الخطأ هذه ما يقوله أستاذنا السنهوري لأنه أيضا درست القانون أنا حقيقة وناقشني أستاذ فرج السنهوري فالمهم فقصتي من ذلك أنه إذن العقد يتوافر في أنه عقد معاوضة أن شخص الذي يريد أن يؤمن يأتي ويؤمن على سيارته مثلا وأنا كشركة وأمن عليه ومبلغ التامين هل ننفرض ألفين ثلاثة آلاف هو العوض والعوض المقابل إذن هو عقد معاوضة وعقد ملزم مثل البيع وإن لم يكن بيعا حتى لو سميته بالبيع هو بيع هذا الشيء فيه إيش الإشكالية فيه الآن جاء الشخص وقال أمن لي يا شيخ علي على سيارتي وأنا كالشركة أمنت على سيارته كانت تأمين ضد الغير أو تأمين شامل مثلا بألفين ثلاثة آلاف ما هو طبيعته هذا؟ هذا عقد معاوضة كل واحد دفع عوضا هو دفع ثلاثة آلاف وأنا أدفع له في المستقبل العوض هذا العوض الذي أنا أدفعه فيه غرر شديد في الوجود وفي الحصول وفي الزمن وفي المقدار شوف هذا يعني لم يبقى شيء في الوجود ممكن أن توجد الحادثة وممكن أن لا توجد أساسا ممكن أن توجد الحادثة ولكنه الشخص المؤمن الشخص الذي أمن لا يحصل لأنه فيه استثناء أو لأي سبب من الأسباب مثلا ممكن الزمن لا يدري يمكن يخرج من الشركة ويقع الحادثة وممكن أنه في الوسط وممكن في الأخير وممكن أيضا أن لا يحدث الزمن المقدار الذي ممكن نسبة الحادثة التي أحدثها قد تعادل فلنفرض قد يكون مئة دينار دينار ليبي مثلا وقد يساوي مبلغا كبيرا جدا إذن الغرر في الوجود وفي الحصول وفي المقدار وفي الزمن والجانب الآخر هذا المبلغ دخل في ذمة الشركة تماما وفي مقابله أن أدفع له مالا في بعض الأحيان فإذا كان دفعت له مالا يمكن فيه هنا شبهة الربع لكن أهم شيء الغرر واضح جدا وشبهة الربع ربع النسيء وربع الفضل أيضا وارد في هذه المسألة بالإضافة إلى أنه بعضهم قالوا فيه شبهة المقامرة أنا لا أسمي هذا لأنه حقيقة لكن بعض علمائنا ذكروا هذه المسألة إذن هذه هي أحسنت يا أخي الحبيب ثم يعني حقيقة هذه هكذا طريقة الأقدل الرأسمالي الذي أنشئ منذ عدة قرون قائم على هذه الطريقة جميل وتمعهم بالنسبة أفوا يعني ليس لهم إشكالية في الحلال والحرام بالضبط الحلال كما يقولون ما حل في أيدينا والحرام ما حرم منا أما نحن في الشريعة الإسلامية فيهمنا رضاء الله أولا وإرادة الله سبحانه وتعالى وكون الشيء حلالا ولا يكون حرام إذن أنتقل الآن لدكتور محمود سلامة محمود سلامة دكتور محمود إذن جاءنا هذا العقد بعيوب كثيرة حقيقة ذكرها الدكتور علي القرداغي الآن بما أنه قد جاءنا بهذه العيوب قبل أن يأتينا قبل أن يجيئنا كيف عالجت الشريعة الإسلامية حالات الخطر أو شبه الخطر التي هي بطبيعة الحالة تقع في الحياة الإنسانية نعم بارك الله وفيك هو لو سمحت لي أريد أن أضيف شيئا حوله ربما هو باعتبارنا الآن في تأسيس لمناقشة هذا الموضوع نعم حتى لا يكون تناول هذه الحلقات لهذا الموضوع مكرورا أنا أعتقد أن التناول هذه الحلقات التخصصية لموضوع التأمين سواء مشققه التأمين التجاري التقليدي والبديل الإسلامي التأمين التكافلي هذا التناول من الأهمية لم يكن هو السبب في ذلك في اعتقادي وترحيبي أعتقد بمثل هذا التناول الجديد هو أن يندرج ضمن مسألة مهمة جدا نحن نتطلبها الآن وهي مسألة المراجعة لموقف علماء الشريعة الإسلامية خلال قرن من الزمان من بعض المنتجات المنتجات العصرية التي جاءت يعني طبعا هناك منتجات كثيرة تدخل ضمن مجال المعاملات مثل أمور مصرفية وأمور تأمينية وأمور تعاقدية عموما في المشاكلات التقنية المختلفة دخلت إلى الأمة الإسلامية عبر المستعمر ثم تلبست بإسلوكيات القانونية للدول المسلمة وكان هناك نقشات طويلة حول المشروعية من عدمها الآن نحن يفترض أن نكون في لحظة المراجعة من ضمن المراجعة هو الموقف من التأمين من التأمين دكتور أنا في الجزء الثاني بإذناني تعالى سأناقش هذا ما ذكرت أنت في موقف الفقهاء من التأمين أساسه وهو محمر كامل في الجزء الثاني لكن دكتور محمود أنا أريد أن أسأل عن الأصل في التعامل مع حالات الخطر في الشريعة الإسلامية لأن عقد التأمين جاء ليواجهها أو أنتج ليواجهها حالات الخطر في الغرب بالتالي كيف واجهت الشريعة الإسلامية حالات الخطر هو وطبعاً لابد أن نرجع إلى مفهوم الخطر ومفهوم المعالجة المعالجة القانونية للخطر قانونية حتى في إطار النظام الإسلامي والمعالجة الديانية للخطر فهناك مستويات متعددة المعالجة التي قام بها الغرب هو معالجة ربما كانت الشريعة الإسلامية في نظامها الفقهي السابق تنأى عنها وهي مسألة ضمان الأحوال المادية المعينة والمكاسب المادية المعينة بتحمل طرف لكافة المخاطر أو للخسارة وأي لولة المكاسب إلى طرف بهذه الطريقة لم تفكر الشريعة ولم يفكر الفقهاء في السابق بهذه الطريقة لأن كانت المنظومة الفقهية تقوم على أساس التوازن في عقود المعاوضة فنهيها في الشريعة الإسلامية في البيوع وكلمة البيوع تعني المعاوضات عموما نهي فيها عن الغرر والغرر يعني عدم التوازن ومن هنا في الأمور السابقة لم تخرج منتجات فقهية إسلامية مثل المنتج الغربي بسبب أن هذا المنتج غير مسلم بأصله الفلسفة أو الفكرة لكن المنتجات التي كانت تغطي المخاطر وفق المنظور المقبول في الشرع مثلا عندها لكت عدد من الموضوعات من ضمنها مثلا في مجال التعاقدي ومجال المعاملات الملزمة مثلا باب الضمان ووضوع الضمان والكفالة كان بابا في التعاون بإدخال ضامن وهذا الضمان يكون عن طريق عن طريق التبرع المطلق ولا يصح أخذ الوجر عليه هذا في منظومة المعاوضة في منظومة الأمور الديانية نظمت الشريعة موضوع صرف الصدقات والزكاة وإيجاد الأوقاف لمعالجة مثل هذه المخاطر إن حدث حتى لا يكون تحمل أحد الأفراد للخسائر بسبب العوضة التي دفع فيكون بسبب تعاضد اجتماعي مثلا ولو كان تعاضد هذا مأمور به بشكل عام مثل منظومة الدية ومنظومة الزكاة والصدقة والوقف وما إلى ذلك هذه كانت معالجات شرعية المعالجات الأوروبية التي يحول شبية من الطريقة لم تكن مقبولة في أصلها ولا زالت غير مقبولة في أصلها والعلماء ما فعلوهما أنهم أعادوا منظومة التأمين الاتجاري التقليدي بالعوض المحرم إلى منظومة العمل التكافلي الكثال طيب حفظكم الله تعالى استأذنوا كمان الخروج إلى هذا الفاصل كذلك أستاذ المشاهدون نخرج إلى هذا الفاصل ومن بعده نتتبع هذه الحلقة اشتركوا في القناة صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة هذه المذاهب كلها نور الهدى كأشعة الشمس افترقنا إلى مدى من أصل واحد وحول قبلة واحدة وكتاب واحد يجمعنا قاف قبلتنا نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت قاف قلب سليم وقول حسن وقول حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم السرعة للمشاهدون نتدرس التأمين الهوية وموقف الفقهاء دكتور علي لازمنا في الهوية حقيقة بعض القانونيين حاول أن يقيس عقد التأمين ببعض أو يخرجه على بعض المسائل الفقهية كعقد الموالاة مثلا في أصله أو ضمان خطر الطريق عند الأحناف فهل نجحوا في هذا التخريج أم لا بارك الله حقيقة هذه المسألة تدخل من الناحية الأصولية في القياس والقياس من أهم شروط القياس أن يكون الأصل ثابتا بالكتاب والسنة أو بالإجماع ولذلك إذا كان الأصل حتى مختلفا فيه اجتهاديا فلا يعتبر القياس عليه صحيحا هذا كقاعدة أساسية كتأصيل وبناء على هذه المسألة ما دام قياسا نحن نشوف ما هو عقد الموالات عقد الموالات هو عقد يتم بين شخص وآخر يقول له يقول إذا حدثت منك جناية فأنا أعقل عنك أي أدفع عنك أدية ولكن في المقابل أنا أريثك ويكون لي حق التوارث فهذه هو ما يسمى بعقد الموالات وقد يكون بين الطرفين أيضا طرف الآخر نفس الشيء يقول أيضا أنا يعني أعقلك أي أدفع عنك الدية أو الضمانات أو أي شيء وفي أي حال أيضا أنا أريثك فيكون بين الطرفين وقد يكون من طرفين للطرف وقد يكون بين الطرفين هذا ما يسمى بعقد الموالات هذا العقد حقيقة يعني عند جمهور الفقهاء لن يجيزوا يعني المالكية الشافعية الحنابلة على الراجح منهم لم يجيزوا هذا العقد وقالوا هذا يعني عقد حتى لو وجد كان من عقود الجاهلية فأبطل في الإسلام هكذا يقول الحنفية حقيقة أجازوا ذلك قالوا مهما كان فالأصل في العقود الإباحة وأنه ليس هناك نص صريح صحيح يدل على نسف هذه القضية بل بالعكس هناك آية في نظرهم تدل على هذا فيقول ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هذا يعني دليل والآية في مجال الموارث وبالتالي التعاقد له دور في هذا لكن بالتأكيد هم اشترطوا أربعة شروط أساسية من أهمها أن لا يكون للطرف الآخر وارث إذا وجد الوارث هذا العقد غير صحيح وهذا حقيقة مما جعل وجهة نظرهم وجهة نظر مقبولة إلى حد كبير على أي حال هذا موجود مع قطع النظر عن كون هذا الرأي مقبولا أو غير مقبول راجحا أو غير راجح لكن القياس على هذه المسألة قياس غير صحيح وقياس مع الفارق أما أنه قياس غير صحيح لأن القضية مختلف فيها اختلاف شديد والجمهور يرفضون فكيف يبنى على القياس على رأيه هذا أمر الأول الأمر الثاني أيضا الموالات تتعلق بالإرث والتأمين يبنى على العقد في الحياة الموالات بعد الموت والتأمين لحال الحياة الموالات لحالة لعدم وجود وارس والتأمين ليس له علاقة بأن يكون له وارس أو ليس له وارس مبلغ التأمين محدد ومعروف خاصة في التأمين على الحياة وفي كثم حتى في الأمور مرتبط بالتعويض والموالات مرتبط فإذن هناك أربعة فوارق بالإضافة إلى هذا الجانب الأصولي ومن هنا قياس التأمين وهو عقد من العقود على أخذ الموالات وهو أيضا بالمناسبة عقد إنساني وعقد ضمن دائرة التعاون دائرة عقود التعاون يعني عقد الموالات بينما عقد التأمين التجاري هو عقد معاوضة بكل ما تعني الكلمة وفي مساومة والمبلغ يدخل في ذمة الشركة تماما هذا وكذلك بالنسبة يعني قياس على ضمان الطريق أيضا قياس يعني أيضا نفس الأشياء التي ذكرتها يريد عليه وأيضا حقيقة لا يغطي ضمان الطريق ما ذكر في التأمين التأمين شامل على الأشياء على الحياة على جميع الموجودات بينما ضمان الطريق خاص بحالات معينة وبأمور معينة فبالتالي وأنا ناقشت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب التأمين الإسلامي فوجدت أن هذه وبتجرد أن القياس على هذا وذلك هما ذكروا حقيقة أمورا أخرى ولكنه حقيقة كل هذه الأدلة لم تنهض ولم تستطي أن تقف أمام المناقشة فلذلك هذا هذه الأقسة كلها ليست دقيقة ولا صحيحة وعلى أقل تقدير فهي أقسة مع الفوارق وبالتالي نكتفي بالأصل العام أن الشريعة أصلت لهذا الموضوع عاما نعم النظام النظام والفكرة والمبدأ أستاذ هذا هو الأساس ثم ننطلق بعد ذلك إلى أقد المناسب لهذا الأساس جميل دكتور محمود الآن سأناقشكم في مسألة موقف الفقهاء من التأمين وأنتم منذ قليل بدأتم في مسألة الوارد من المستعمر حقيقة فيما قال بعنوان التأمين وشريعة الإسلام نشر عبر جريدة المسلم المعاصر للكاتب برهام عطالله يرى أن سبب تشد للفقهاء خصوص التأمين تلبسه بلبوس المستعمر ونظامه الرأسمالي فالتأمين كما يقول جاءنا وقت المستعمر ومن خلاله ولذا لم يلتفت إليه فقهيا أو لم يلتفت إليه فقهيا واليوم جاء الوقت للنظر فيه من الناحية التفصيلية تعليقكم طبعا لا شك هو أن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه كما أنه ليس خطأا على إطلاقه ومسلا ليس بين الصواب والخطأ وإنما من حيتيهم بالفعل أن هذا المنتج لباله ليس منتج نابعا من الأمة وليس نابعا من منظومتها الفقهية فالعلماء لم يستقبلوه استقبال المرحب لأنها منظومة منظومة غير جيدة ولكن كونهم استقبلوه وعلموا به نعم استقبلوه فتوى ابن عابدين فتوى متقدمة ولما أفتى بالمنع والتحريم طلع الآخرون على ذلك وكان هناك بعض المجزين لأن الدائرة الفقهية لها إمكانية النظر المتعدد ولها إمكانية الحكم على الشيء سواء من خلال نصوصه أو مآلاته وما إلى ذلك فبرزت بعض الأنظار التي نظرت للمصلحة فأجازت بعض الموجود وما إلى ذلك ولكن في المستوى العام بالفعل أن المنتج طالما هو ليس نابعاً من هوية الفقهاء وطقيقتهم في النظر تأخر العمل على إيجاد البديل ومما العمل على إيجاد البديل هو أطبعاً الجزء المهم من الموضوع هو أن المنظومة الاستعمارية والمنظومة الدكتاتورية اللاحقة لها ربما كانت تقمع كثير من المحاولات لمناقشة الأمور بالشكل الشرحي يعني لو نظرنا إلى الفتاوى وتاريخ صدورها نجل فتاوى بتحريم التأمين التقليدي وبتحريم فوائد والثلاثينيات في القرن العشرين لكن أن تصبح للعلماء كلمة أن يطبقوا هذه الفتاوى ربما يحتاج الأمر إلى عقود حتى تدخل الدول والمنظومات الحاكمة في دائرة قبول مثل هذا الأمر وبالتالي أعتقد أن الأمر يعني فيه وعليه وله يعني كلام سليم أن الفقهاء ليسوا هم الذين صاروا هذه المنظومة عندما أمكانهم أن يقدم التعديل وعدم يعني معارضة العصر بما يوافق الشريعة أوجدوا نعم الشروط التي يشتريطونا ولكن أنا أنبه دائما إلى أن الموضوع الذي نناقشه هو ليس في الحقيقة في نوجة نظري ليس موضوعين ليس موضوع التأمين كما ورد من الغرر الذي هو يساعد التأمين التقليد والتجاري ثم التأمين كما تطبقه الصيرف الإسلامية التأمين التكافر أعتقد أن التأمين التجاري كموضوع مستقل محتاج إلى إعادة النظر في كيفية تناوله الفقهية لأن التكييفات التي حدثت ربما ما زالت تحتاج إلى النظر حتى في دائرة التحريم تختلف التكييف وهذا له أثر مهم في الحكم بالتعويضات الناتجة من شركات التأمين التقليدي البعض يفتي بعدم أخذ كامل والبعض يفتي بأخذ ما دفعه والبعض ربما يفتي بصحة أخذ أو صحة حمله على التكافر شرط أن لا يؤول الفائض إلى أو شرط إنقاص الفائض من حصة الشركة فأعتقد أن ربما نحتاج إلى التجديد لأن في نظري حدثت مبالغات شديدة في نقد التأمين التقليدي التجاري حتى أصبحت أسباب تحريمه حوالي عشرة أو واحد عشرة سببا وأصبحنا الآن في دائرة التأمين التكافري ربما بعض الإجراءات التي عمل بها في التأمين التكافري هي في مضمونها لا تختلف عن التأمين التقليدي ولذلك إعادة النظر في تكيفاتنا القديمة للتأمين التجاري وإعادة النظر فيما أجازنا أو أجازات بعض الهيئات يعني بعض التجويزات من الهيئات وليس من المعايير الأصلية علينا بإعادة النظر في هذه الزاوية بحيث إذا كان هناك تكييف أصح من التكيفات الماضية للتأمين التجاري يعلم ما هي الحيثية لمحال الإشكال فربما تطبق بعض الصيغ التجارية بشكل فيه تنقي من الإشكال الشرعي لأن التطبيقات التكافلية أيضا أصبح فيها مختنقات كثيرة في موضوع الخسارة وفي موضوع الفائض وبعض القوانين مثل القوانين التكافلية ولكنها عملت على توزيعات في الفائض مثل التأمينات التجارية وما إلى ذلك فأعتقد أن النظر لا ينبغي أن يكون ثنائيا وإنما يكون في دائرة التأمين الواحد ما له وما عليه بحيث تتفرع الصور ويكون هناك يعني غلدر جيد هذا قريب جدا مما ذكره الدكتور علي منذ قليل في مسألة الرزم ويصحح لي الدكتور بعد قليل لكن أنا سأسألك أيضا في مسألة النظرة هل تأثرت نظرة الفقهاء القدامى للمستورد على أصل هذا العقد وبالتالي أخذوه على ما فيه بالحرم مباشرة هذا المعنى لم يكن موجودة فتوى مثلا عبدين رحمه الله يعني كان فيها انصاف وأنصف باعتبار الفتوى كانت تنطلق من صورة أن التجار في بلد الإسلام يستأجرون المراكم لشركات أوروبية ومقراتها أوروبية يعني شركات في بلاد الكفر وفي بلاد الحرب ولكن هذه الشركات لها الوكيل في دار الإسلام يعني على الشواطئ الإسلامية كان للشركة الأوروبية وكيل في البلد الإسلامي يتعامل مع التاجر المسلم عندما تحدث الخطر بالفعل وتضيع البضاعة الشركة الأوروبية في مقرها الأوروبي ترسل الضمان اللي اتفقت فيه مع هذا التاجر وتسدد له الضمان ولكن ابن عابدين إنصافا قال بأن الاتفاق طالما مع الوكيل المخيم في دار الإسلام مع أن الوكيل ليس هو الشركة وإنما هو نائب عن الشركة في بلادها الأصلية فقال بالحرمة بسبب أن العقود يجب أن تكون صحيحة في ديار الإسلام أما لو كان العقد أبرم مع دولة في الدولة الكاثرة الحربية فبناء على المذهب الحنفي بجواز تعامل العقود الفاسدة لمصلحة المسلم إذا كان العقد في أجري في دار الكوفر فيجوز أخذ الاستفادة إذن هو ابن عابدين طبق المعايير تطبيقا حياليا بكل جهة إنما طبق عليه معاييره الفقهية التي يعلمها والتي هو يلتزمها كفقيه من مذهب المعتبر وهكذا قبل كثير من العلماء فتوار على هذا المنوان طيب دكتور علي يعني الصراع الذي دار ابتداء عندما نزل هذا العقد في ساحة المسلمين بين القانونيين والشرعيين يقول الكاتب أن القانونيين ملوا من محاولة إقناع فئة لا تريد أن تقتنع بهذا العقد أصلا أو تناقشه ويقول شيخ مصفى الزرقة إن الفقهاء يرون أن هذا الباب هو بابهم وليس باب القانونيين وبالتالي كيف تقرؤون الصراع أو النقاش أو السجال الذي حدث بين أهل القانون وبين أهل الفقه عندما استحدث أو جاءنا هذا العقد من الغرب صحيح أود حقيقة أن أوضح قضية أشار إليها أخي دكتور محمود وهي أننا لابد أن نفرق بين يعني العقد الصحيح من حيث الأركان والشروط وضوابط الشرعية وبين التطبيقات التي إذا وجدت فيها أخطاء فنحن الآن من خلال مجامع الفقهية وكذلك من خلال ما أنا ذكرت حقيقة في الكتاب مسيرة الفتوى ليست من ابن عابدين دكتور محمود وإنما من القرن التاسع الهجري وهو الألام أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى ثمانمية وأربعين سئل وذكر في البحر الزخار عن قضية ضمانات ما يسرق أو ما يغرق أو ما يغرق ما هو هل هو جائز أم ليس بجائز وطبعا أنه هو من يمن وكانوا على يعني على البحر وكان لهم التواصل بينهم وبين الغرب وكان التأمين قد ظهر قبل هذه الفترة بحوالي تقريبا فترة يعني عدة عقود فبالتأكيد وصل هذا العقد في هذا الوقت يعني في القرن التاسع الهجري نحن وصلنا هذا العقد فقال أن هذا غير جائز لأن هذه الأمور هذا الضمان غير صحيح يترتب عليه كذا 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 إلى آخره إذن أول من أجاب عن ذلك هو يعني في اليمن 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 وأصلى الله أن يعيد إليه الأمن والأمان ثم ابن عابدين كما قال ثم بعد ذلك أنا ذكرت يعني ليست القضية بصراحة أستاذ مصطفى قضية بين الفقهاء وبين وإنما بين من يلتزم بأحكام الشريع ومن لا يلتزم أنا ذكرت بالمناسبة وتعبت فيها يعني السرد لكل الفتاوى التي صدرت من الثمانمية واربعين إلى يومنا هذا يعني على سبيل المثال في مصر قرار محكمة المصر الشرعية وفيها قانونيون وشرعيون عام 1906 في ديسمبر قررت محكمة المصر الكبرى أن الدعوة المطالبة بمبلغ التامين على الحياة دعوة غير صحيحة دعوة غير صحيحة شرعا لاجتمالها على ما لا تجوز المطالبة به شرعا ثم أقرت المحكمة العليا في الاستيناف رقم 51 كذا وكذا في ديسمبر بصحة هذا القرار نعم إذن معنى ذلك القضية حقيقة هي قضية من يلتزم من القانونيين والشرعيين بأحكام الشرعية ومن لا يلتزم أو يجتهد يعني حتى لا نظلم يعني مثلا شيخنا شيخ مصطفى الزرقى رحمه الله يرى ولكنه أنا حسب ما جلست معه يركز على جلست معه كثيرا في هذا المجال على النظام النظام حلال وأنا معه في هذا والمبدأ حلال وقال أنا لا لا أنا لا أتكلم إذا كان هناك كذا هناك مخالفات شرعية أنا لا أنا أتكلم عن أصل النظام وعن أصل كذا وكذا على أي حال ثم تابعت إلى هذه المسألة إذن يعني القضية يعني بالعكس الخلاف الذي حدث في الندوة الفقية العظيمة عام 1961 كان خلافا أساسا بين جمهور الفقهاء في ذلك الوقت شيخنا شيخ أبو زهرة ومجموعة كبيرة من العلماء وحتى الشيخ الضرير حضر هذه المسألة وكتب رسالته عن الغرر بناء على ما دار ثم شيخ زرقى خالف في ذلك الوقت ولم يبين الذي بينه لنا في الأخير قال مباشرة بأن عقد التامين عقد صحيح ولكن يحتاج إلى التعديل يحتاج إلى كذا كذا وكذا فلذلك يجب حقيقة أن إن صح التعبير أن لا نجعل المعركة بين الشرعيين وبين القانونين إنما المعركة هي في قضية وجهة يعني مدى توافر الشروط الشرعية في هذا العقد أو عدم توافره ومدى كون هذا العقد مخالفاً للمبادئ الإسلامية مثل قضية الغرر وهي قضية محل اتفاق بين العلماء وخاصة في عقود المعاوضات أو غير ذلك لذلك أنا يعني نحن نرى يعني والمجامع الفقهية بدءاً من تقريباً ستينيات ناقشوا هذه المسألة كلهم توصلوا إلى أن التأمين التجاري عقد التأمين التجاري بصورته الحالية عقد غير صحيح وغير جائز وأن البديل هو التأمين التكافلي ثم بعد ذلك التأمين التكافلي ما أشال إليه أخي دكتور مانا معه هناك فعلاً حتى في بعض الدول الخليجية صدر قانون بتوزيع القائض بين المساهمين وبين حملة الوثائق وهذا مخالف تماماً لمبدأ التأمين التي سوف إن شاء الله نتحدث عنها بالتفصيل حول المبادئ والأسس التسعة للتأمين التكافلي طيب دكتور محمود أنتم أيضاً أستاذ الفقه في كلية القانون وبالتالي أنتم تدرسون هذا المجال كالدكتور علي وتدكون خضم الصراع الدائم بين القانونيين الذين يتحاكمون لأصول ونصوص تشريعية وإن خالفت الشريعة في بعض أحيانها السؤال الآن يعني عدم استساقة الطرفين لأرأي بعضهم البعض القانونيون يرونه نظاماً تعاونياً قائماً على توزيع المخاطر الشريعيون يرونه نظام غرر ويلبسونه كما قالوا بليبوس القمار والربا كيف تقرؤون هذه المفارقة بين الفريقين؟ نعم هو أنا أعتقد أن الموضوع بقي لقد تقرن من الزمان في البحث أو أكثر وأعتقد أن الآن أمامنا من المعلومات ومن التوصفات ما يمكننا من إعادة التقييم بشكل مختلف عن الطريقة التعميمية السابقة أنا أعتقد أن القانونيين فيهم جزء من الاشتراك التامع الشريعة في إدراك المبادئ الكلية يعني مثلاً هم يقيمون عقد التامين على على التعاون وما إلى ذلك وبالتالي هم يجعلونها أيضاً عقداً تعاونياً أو فيه المعنى التعاون ولكن أعتقد أن القانونيين كذلك وبما في ذلك الأصل الفرنسي كان يقع في إشكالية ولم يحسمها منتقلت الإشكالية من النظر الفرنسي إلى ترجمات العربية وما أعني هنا هو التعريف التأمين التأمين كتعريف في المنظومة القانونية بأصلها اللاتيني الفرنسي وبترجماتها القانونية الوضعية العربية المصرية على وجه الخصوص كانت تعرف التأمين بتعريفين تعريف فني وتعريف قانون في التعريف الفني تذكر أصول التأمين باعتبار فيها العدد الكبير من المشتركين وباعتبار فيها ضمانة المخاطر لمحل الاحتياج وهذا المعنى معنى صحيح ولو كان التعريف من قانوني متوائم مع هذا المعنى اللي وصلوا إليه من الناحية الفنية لربما كانت المسألة أقرى لكن لما جاءوا للسيارة هذا التعريف الفني بنفس قانوني عرفوه فيما يقابل المادة الموجودة في القانون المدني الليبي والمصري والسوري وهي في أصل الفرنسي هو أن عقد التأمين هو عقد يلتزم فيه المؤمن بتقديم عوض معلوم للمستأمن عند وقوع الخطر المعين فجعلوا العقدة في سيارتها القانونية تنائية في حين العقد في بنيته الفنية كما هو يطبق كتعاوني ومتعدد أطراف ويقوم على مبادئ الإحصاطي هذا التوصيف القانوني والصراع الفني القانوني لما انتقل إلى العرب وانتقل كذلك إلى القارئ الفقيه لما قرأ مشكلة التأمين عند أصول من وضعه فأصبح هناك شبه معاملة للقانون بما ينص عليه في التعريف فكان التعريف ينص على أن التأمين هو عقد بين المؤمن والمستأمن فألزموه بأن هذا عقد غرر ولا شك في ذلك ولذلك لما أوجد الفقه الإسلامي البديل كان يسيرا عنه لأنه انتقل إلى مبدأ العداب الخبيرة والإحصاء الموجود في الناحية الفنية وعدل في موضوع التعريف وجعل الفائض ليس من اختصاص الشركة الأصلية وبالتالي كان الوصول سهلا ولذلك في التاريخ التقافي ليس من السهل أن نؤرخ للفكرة ولقبول الفكرة ولمناقشاتها ولتعديلها بشكل مباشر ومحدود الأمر احتاج أزنة طويلة حتى يدخل الفقهاء لمجالات البحث الحقوقي ونعلم التضحيات الكبرى التي قام بها فقهاءنا القدامة الشيخ علي الخفيف وابو زهرة والشيخ الخضري وكلية دار العلوم وكلية الحقوق في مصر والمواد الشرعية التي أدخلت وهذا الزخم الكبير الذي مره عبر قرن من الزمان حتى أنشأ التكامل المعرفة بين المصادر المعرفة المفروض أن تتكاملها اليوم فاليوم أصبح التحدي أقل بسبب تكامل المعرفة المفروض ولذلك ندعو إلى أن يتم إعادة النظر في المصادر السابق أشكرك دكتور محمود أختم معك دكتور علي يعني يقولون أن الشيخ مصطفى الزرقى أحدث ثورة في هذا المجال ولعله هو رائد مسألة الإجازة النظامي بحد ذاته اليوم منذ عهد الشيخ مصطفى الزرقى وآخر كتاباته في هذا الموضوع إلى اليوم ما هي أسباب اختلاف الرؤى بين المجيزين من الفقهاء وبين المانعين حقيقة أسباب ذلك تعود في اعتقادي إلى الخلق بين النظام وبين العقد فقد يكون النظام كما قلنا نظام تشاركي تعاوني كنظام مطلوب شرعاً ومقرر من خلال كثير من النصوص حتى في هذا المجال لا يسع المجال لذكره أو أحد أشارة أو أشيل إلى بعضها هذا النظام فبالتالي من نظر إلى النظام مثل شيخنا الزرقى شيخنا الحبيب الزرقى رحمه الله يعني هان عليه ما في هذا العقد من بعض المخالفات حتى في مسألة الغرر وما أشبه ذلك فركز أو رجح المسألة النظام على المسألة العقد أما الآخرون بعدما شيخنا أصل هذا وأثار فعلاً وحرك الأجواء أهم شيء هو أنه حرك الأجواء جزاه الله خيراً ولما حرك الأجواء حينئذ هناك أثيرة المسألة لماذا هو حرام؟ لماذا هو حلال؟ طيب هل له بديل أم ليس له بديل؟ فهو حقيقة له الفضل وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجباً ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة فالرجل حقيقة أفاض وأفات وله أجر على ذلك ولكنه بالتأكيد من يأتي نظراً إلى ما قاله شيخنا وما قاله الآخرون وبنى على ذلك فكرة متكاملة وهو ما نتكلم فيه خلال هذه الحلقات المباركة وهو التأمين التكافلي بارك الله بسسه وأركانه وشروط بإذن الله تعالى سنكون مع موعد مع كتاب الشيخ وكتابكم والمؤلفات الأخرى لنناقشها الأمين العام لالتحاد العالم لعلماء المسلمين دكتور علي محيد دين القرباغي شكراً جزيلاً لحضوركم معنا كذلك رئيس هيئة الرقابة الشرعية بشركة ليبيا للتأمين وأستاذ الفقه في كلية القانون في طرابلس دكتور محمود السلام الغرياني شكراً جزيلاً لك والشكر أيضاً موصول لكم أنتم أسرات المشاهدون وملتقنا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة